السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشان بس الحلقة دي هثبت لكم من خلالها ان في مشكلة نفسية عند المسيحين بعض المسيحين ان احنا بنرد عليهم او اللي هم بيكتبوا عودوا يكتبوا على صفحات الدكتور فادي سامير كتب على صفحته بيقول ان التقارير اللي عرضتها قناة كوب تيك تي في او سي تي في تقارير يعني انا مش شايف فيها اي شلل وهو ده الواقع وانا اجبت كلامه ده خدت كلامه رحت واخد التقارير والاشعة والكلام ده كله بعتها لدكتور عفام وقعدت اناقش فيها الكلام اللي انا قلته ده ما كانش كلامي فايه الحاصل هو بقى عرض على صفحات واحد بيكلمه بيقوله على الاقل اللي معرفش فيه ما يتكلمش فيه اللي هو دكتوره بيتكلم في الطب بس هو بالنسبة المسيحي اللي بيقول الدكتور فادي ده بيقوله اللي ما يفهمش عنه ما يتكلمش اهم حاجة شهرد مبسوط خدت فلوس انت كده تمام العدرة تتصرف فيك وبعد كده رح اقوله طالما بتكذب المعجزة دي فيه مشكلة نفسية يا جماعة عند بعض المسيحيين اللي بيردوا علينا هم عندهم نظرية المؤامرة لو انت بتكلم في ايماني يبقى انت متأمر ضد مصر يبقى انت عايز تفتت الوحدة الوطنية وتعمل فتنة طائفية وتعمل رز بالمهلبية لو اي حاجة انت ضده في اي حاجة فانت كده ضد الكل والكل متأمر ضده يعني بص مفيش واحد في الدنيا دي الا هو بيتأمر ضده حتى المسيحيين ده ارثوزوكسي حتى فكرة الاختطاف برضو نفس الكلام انت بتخطفوا المسيحيين في حين هو نفس الكلام بيتقال على طوايف تانية ان هم بيخطفوا الارثوزوكس يعني الكاثوليك والبروسطان متهمين عند الارثوزوكس بالاختطاف برضو على فكرة واده الخبر هو قدامكم ودايما يتعامل معاك مفيش اي احترام بربع جنيه هو هيشكك فيك هيشتمك هيغلط فيك هيغلط في اهلك هيغلط في ابوك في امك في كله ولو انت من دينه مش هيغلط في دينك ولو انت من دين حد تاني يعني من دين تاني او كده من اسلام او غيره هيغلط في دينك وابص هيشباحك المشكلة هنا يعني فعلا المشكلة مش في الناس اللي بتتكلم لازم المسيح يفهم ده المشكلة مش في الناس اللي بتتكلم المشكلة في ايه يا فندم المشكلة في بعض المسيحيين الارثوزوكس اللي هم ليهم كده تركيبة جريبة اي حد ضدهم انت ابن ستين انت مستبح العرض والمال والدم وكل حاجة عقليات بص فعلا متعبة لمجرد ان هو بس ان انت يحس بس كده مجرد احساس كده ماشي من بعيد ان انت مختلف معاه في مسألة ما هيطلع عينك وهيتعبك بجد في الكلام والتهامات وكلامي للدكتور فادي او غيره يعني حتى المسيحيين انت خالي هو بيتعامل معك بيقولك العطر السر فيك انت انت مدام انت بتتكلم ضد المعجزة معجزة ايه يا ابني هو بيقول ان هي مش معجزة اصلا يعني الورق اللي انتو عرضي له بيقول ان هو مش معجزة بيقول ان اللي اسم عادل ده كان عنده شوية الام لما يشيل حاجة ايه لب حسب التقارير اللي هو نفسه وعرضها على قناة كوبتيك تي في فلا هي معجزة ولو انت كدبت المعجزة دي يبقى انت كده مرتد عن الامان المسيحي ويجب ان يقام فيك زي ما قال كاتب رسالة عبرانيين من خالف نموس موسى فعلى شاهدين او ثلاثة يموت بلا رأفة وفي بعض الترجمات يختل بلا رأفة واهلا بيكم يا ادعياء المحبة اهلا بيكم ربنا يهدينا ويهديكم السلام عليكم